اهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا سؤال بيدور في اذهان الجميع هل المكمل الغذائي او الفيتامينات بشكل عام ممكن تكون الحل لمشاكل التعب والارهاق واحيانا الاكتئاب ده اللي حنعرفه النهاردة من ضيفي لمنورني في استوديو سي بي سي دكتور اكرم غانم المستشارة الطبي لشركة اي ام دي اهلا بك يا دكتور اهلا بك من دكتور امينا اخبارك ايه الحمد لله طيب في البداية يا دكتور خلينا نوضح يعني ايه مكمل غذائي هل ممكن استغنى بي عن الاكل هل هو دواء يعني ايه مكمل غذائي ولا ايه حاجة من دول مكمل غذائي ما اقدرش استغنى بي عن الاكل لازم اكل اكل صحي وفيتامينات وخضار وفك لازم اخد علاجي انا النهاردة مريض ضغط لازم اخد علاجي مريض سوكة لازم اخد علاجي النهاردة المكمل الغذائي هو بيساعدني شون كده اسمه مكمل بيكملي الموضوع عمري ما هستغني بيه يعني عن الأكل ولا عن دواء للعليم للمرض اللي أنا فيه طيب لو هنتكلم على كلوسيز كمكمل غذائي يتميز بإيه بقى إيه اللي فيه مش موجود في حاجة تانية كلوسيز مكمل غذائي مصدر طبيعي فبتتكلمي إنه النهاردة ملوش أي أثار جانبية حاجة ربنا خليها زيك يبدل حوت ربتكاليمي ما فهوش أي أثار جانبية خالص يعني أفهم من كده إنه كل الناس تقدر تاخد كلوسيز ده لازم كل الناس تأخد كلوسيز مع ده الطفل تحت سن السلام بيخدش أي أدوية من ضمنها كلوسيز الأم الحامل أول ثلاث غير تأخد على أدوية أنه shortly يار كده لازم كلها نأخد كلوسيز يعني الأم الحامل بعد ثلاث غير لازم تأخد كلوسيز اه دي هنشوف سوا طب هل النهاردة مريض الضغط مريض السكر مريض الكولسترول لازم يخل كلوسيسي جدا ليه هنتكلم سهو فتعالي النهاردة بيتكلم انت بتقولي لي ايه اللي بيميز كلوسيس النهاردة كلوسيس مستحضر طبيعي مكمل غزائي زي ما اتفقنا زي كبد الحوت طب النهاردة فيه مكملات غزائية تانية وفي زي كبد الحوت مخصوص بيجي مستورط طب ايه اللي يفرقني عنه نهاردة المستورط ده اولا مفضمنيش قصدي ولا مضروب بيبقى جار علبة فيها حوالي 100 كابسولة سعرها يقترب من 1000 جنيه حكيليك حكاية لطيفة جدا ما عندي حد صديقي ميسور الحلقوي كان بيجيب المستورط ما بيستخسر خالص بتتكلمي هو له والأسرته فتخيالي كان ميزانية لوحده النهاردة بتتكلمي طب اتجرب كورسيس شوف يمكن يكون الدنيا معك كويس شريط 14 جنيه وربع العلبة 42 جنيه قال لي بقى انا بجيب الجار ب1000 جنيه بتقولي 42 جنيه بتقوله جار مش هتخسر حال فدلوقتي بيضعيني بيقولي الفرق ده احتمال اتجاوز بيه على مرة تطور ربنا معك لا انت كتب خدمته شوفت ازاي احنا جينا هدي النفوس طيب احنا دلوقتي يمكن يا دكتور يعني احنا في الشتاء عادة بنبقى كلنا عندنا حالة من الخمول والكسل والارهاق المتواصل وما حدش عايز يتحرك من سريره وما حدش عايز ينزل الشارع هنا دور المكمل الغذائي في مقاومة الارهاق والخمول ده يتمثل فيه كلوكوسيز فيه بيتامين دال بيتامين دال ده نقصه هو بيساوي اللي سياتك بيقولي عليه انا عندي خمول وكسل ووهن كمان الاوميجا سري اللي موجود في كلوكوسيز بيقولك بيديك الطاقة النهاردة بتتكلمي الاوميجا سري اللي موجود في كلوكوسيز بيدي الجزء منها 146 ATB وتكلمنا سابقا الATB ده واحدة قاس الطاقة عكس الجولوكوس اللي بتدي 36 ATB اللي يقولك اي حد محبط اديله شكر وعسر فالنهاردة بتتكلمي انتي عندك اتنين مكون فيه كلوكوسيز مسؤول ان يرفعوا لي منطقتي يرفعوا لي من الحالة المزاجية ان كان بيتامين دال ولا ان كان الاميجا سري طيب لما بنتكلم برضو عن التعب والارهاق اللي اتنين ساعات بيجيبوا اكتئاب او ساعات بيكونوا نتجين عن حالة من كده عدم الاستقرار النفسي عرفت من حضرتك قبل كده ان كلوكوسيز بيقاوم المشكلة دي وبالذات احنا كستات بنعاني منها كتير ازاي بقى يا دكتور فيتامين دال اللي موجود في كلوكوس بلوه هرمون فالنهاردة بياخدوه برد كوقاية من اكتئاب بلوه هرمون يعني هرمون ما بتاقي بيجيلك من اشعة الشمس فانا دايما بقول انا مخدتش على الصوت من فيتامين دال مهما وقفت في الشمس مهما خدت من الاكل بمعضب الفيتامين دال موجود في تونة موجود في الانشوجة موجود في جبن موجود في بيض موجود في زلال البيض موجود في البان بسخط خميات دي فدايما بقول انا محتاج مصدر يومي دائم فعندي نهاردة كلوكوسيز فيه فيتامين دال اللي هي الدين الصوت اللي انا محتاجه من فيتامين دال اللي زي ما سيادتك تفضلتي قولتي ده بياخدو برد كوقاية من الاكتاب ده بيحميني من الكسل والخمول والوهد وكمان زي ما اتفقنا الامي جاسري اللي بتجيكي الطاقة طيب فيه ناس كتير برضو بتبقى اشغالها حاجات يدوية او بتحتاج طاقة جسدية او حتى الناس اللي بتعمل لرياضة او بتمشي كتير على رجليها الناس دي عادة يعني على ما يجي اخر اليوم تلاقيه مش قادر عايز يقلع جزمته ويترمي على الكنبة ويبقى اصلا مش شايف قدامه هنا هل ممكن اعتمد على كلوسيز اننا لو يومي طويل عندي مجهود كتير ان هو يكون مصدر للنشاط عشان اعرف اخلص يومي زي ما ابتديته بنفس التركيز بنفس الطاقة بنفس يمكن الصحة او القدرة الجسدية احكي لي حكاية لطيفة جدا من سنة ابتديت معاكم في موضوع الكلوسيز والدعاية لكلوسيز وبنوري الناس فايدة الكلوسيز فانا طول عمري متعود على نوم ساعة الظهر كنت طفل شائع جدا فامي الله يرحمك دايما نازم تقيمي ساعة الظهر فتخيالي اليوم ده كان مطرة وسيول وانا موجود معاكم هنا من تسعة صباحا مراوح بيتم عشرة بالليل انتي متخيلة انا ولادي بسدقوش ان انا ولا كلت ولا نمت وكلوسيز فجأت انا شخصيا انه ودني الطاقة كاملت الحدثة عشرة بالليل طيب هنا اوضح لنا بقى يا دكتور ازاي وليه اداك الطاقة ازاي يعني الميكانيزم بتاع كلوسيز ده بيشتغل ازاي عشان نعرف اكمل يومي من اول والاخره بنفس مستوى النشاط الجسدي والزهن ذكرنا من شوانا الامي جسري الداكي 146 ايتي بي طب هو ليه بيديك الطاقة دي الامي جسري اللي موجود في كلوسيز هي احماض ونية غير مشبهة يحصل ايه بتنتص البطء فمديك الطاقة على مدار اليوم مش زي جولوكوز والسكر اللي هو بتبقى الطاقة وتنزل في لحظتها عشان كده بقولك ان الكولوسيز التلت مكونات الموجودة فيه كان فيتامين الا كان فيتامين دا اوميجا سري وخصوصا الاوميجا سري اديك الطاقة بحيث تكملي يومك لان هي احماض ونية غير مشبهة احبا نتكلم شوية عن الاوميجا سري اكتر لان يعني فيتامين دي مثلا سمعنا عنه كتير جات فترة كل الناس بقت بتعمل تحليل بتاعته بس الاوميجا سري يعتبر كأنه مصطلح يعني طلع في السنين الاخرانية الناس ببتدت تكتشف وتكتشف فويده حكي لنا عنه اكتر لا اسمحي ليه اختلف معك فيتامين دا ومدد فيتامين دا كنت من سنتين تلاتة كتلنا مع العالم كله بالضبط وكلنا حللنا فيتامين دا وكلنا تلقينا سقطين فيتامين دا عكس الاوميجا سري سقفة الاوميجا سري بره كانت من امتا؟ من امتا؟ الحرب العالمية التانية وصلتنا هنا من 15-20 سنة وبالمناسبة الكولوسيز موجود في السوق بقاله اكتر من 18 سنة تبتعلي نتكلم عن الاوميجا سري اللي هو بره بياخدوه من ايام الحرب العالمية التانية بتتكلم من حوالي 80 سنة اليهر دا بتتكلمي الاوميجا سري يقولك يا ستي عشان احماض دهنية غير مشبعة دا مهم علشان يكنس لك الاحماض الدهنية المشبعة مزيوت المهضرجة من الأكل الجنك فود والفاست فود جسمك بيخلقها طب دي بتعمل ايه؟ دي بتسدلك الأوعية الدموية وبين هي بتسدلك الأوعية الدموية فبترفع الضغط، بترفع السكر، بترفع الكولوسترول بتعمل إجهاد على عضلة الألب لو زادت جدا ممكن تعمل جلطة لها قدر الله فانت النهاردة بتتكلمي الحل السهل هو بسيط الأوميجا سري وبالمناسبة الأوميجا سري الموجود في كولوسيز جسمك ما بيخلقوش لازم أخدوه من مصدر خارجي فموجود معي النهاردة كولوسيز فالأوميجا سري الموجود في كولوسيز بتكنسلك الأحماض الدهنية المشبع وبناء عليه قل أو زبطنا موضوع الضغط وموضوع السكر وموضوع الكولوسترول عملنا بقاش فيه إجهاد عضلة القلب عملت وقاية من الجلطات للأسف بقيت شتيجة في سنك بيه ممكن من 20 و25 سنة عشان كده بقولك فيه حاجة اسمها كولوسترول نافع وكولوسترول ضهر الـ LDL والHDL تجعيش قلبك باختصار وببسطة شديدة قوي الأحماض الدهنية المشبع اللي تجيه غالبا من الزيوت المهدرجة والجسم اللي تجيه خلقها دي الكولوسترول الضهر عكس الأوميجا سري اللي موجود في كولوزيز ده الكولوسترول النافع اللي أنا لازم أرفع منه في الجسم علشان يحميلي عضلة القلب ويحميلي الكولوسترول طيب ألاقيه في إيه يا دكتور الأوميجا سري في الأكل في الطبيعة الأوميجا سري موجود عارفة زيت بزرق جتان الزيت الحار بتاع زمان بتاعنا اللي بيحطوها على الفول أهالينا اللي كانوا نصعين جدا عن غيرنا بس لأسف لما بتزويت شوي بيأمر قوي موجود في اللحمة الأوميجا سري موجود في عين الجمل موجود النهاردة في أكتر في الأسماك النهاردة بتتكلمي كل تي حاجات موجودة في الأوميجا سري بس الفكرة أنا محتاج مصدر يومي وكمية دي وبعدين تي نهاردة بتتكلمي في الطهي طريقة التخزين وطريقة الطهي ممكن تضيع لك الأوميجا سري ولكن أنا النهاردة محتاج كمية كافية مصدر يومي مصدر دائم موجودة في كلوسيز وزي ما اتفقنا الساعة بالضبط يعني احنا كمان من ناحية تانية بنتكلم من الموضوع مكلف جدا لما بنتكلم في لحمة وسمك وعين جمل موضوع مش بالبساطة اللي متوفرة لكل الناس للأسف ولو ما يصورة الحال وهتاكل كله دا هتاكل كل يوم مستحيل فأنا النهاردة لأ محتاج مصدر يومي دائم عشان كده بقولك كولوسيز الشريط 14 جنيه وربح لعل بقى 3 شريط 42 جنيه 45 جنيه متوفر في كل السادلية توزيع الشركة المصارة تجربة أدواء الشركة المتحدة للسادل ما عنديش حجة طيب دكتور يعني كنت بتحكيلي من شوية قلتلي أنا في مرة قعدت طولي اليوم من الصبح اللي بالليل لاكلت ولا نمت ولا رياحت كنت بس واخد كلوسيز حقيقة هنا يعني عشان نوضح بس للناس عشان المفاهيم ما تختلطش هل تاني بسأل حضرتك هل أنا ممكن أستغنى بكلوسيز عن الأكل ولا دا بيبقى بيسعفني في أوقات الزنقة زي ما بنقول ولكن لازم يكون فيه توازن زي ما اتفقني لازم أكل أكل صحي لاني فيه ناس بتعمل دا يتخلي بالك فتقولك فرصتي بقى أخد كلوسيز وما كلش عشان ما تخنش ربا بنهضر نحن بنهضر النهاردة بتتكلمي أنا بقولك دا كان ظرف استثناء أنا كنت بصور معكم من 9 الصبح لأربعة لعصر والسيول خلتني مروح بيت من 10 بالليل إنما أنا مش كل يوم حاود من 9 إلى 10 بالليل ما كنش دا إحنا بنهضر بقى على فكرة اللي بيعملوا دايت وبيعملوا كده خلاياهم بتنهار النهاردة بتتكلمي دا شيء ضار جدا 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 أنا دايما بقول الدايت بيساوي إن أنا بقل الكميات أكلي وبزود العدد بمعنى إن أنا هاخد النهاردة رغيفين 3 رغيف في اليوم باخدهم على 5-6 طقاط دا بيفرق جدا غير إن أنا أقول مش حاكل خالص دا كالس طبعا أومي جسري الكولوسيز هيديك الطاقة هيخديك تقدري تكمل يومك مع أكل صحي مع شرب ماية كافية مع نوم صحي مع نوم كافي كمان بتعني النهاردة نتكلم على الكولوسيز والكورونا زي ما بقولك دايما الكورونا مهمة جدا وصعبة جدا وما لاقولهاش لعدلوقتي علاج نهاردة كولوسيز الثلاث مكونات اللي موجودة فيه بترفع منعتي كان فيتامين ألف كان فيتامين دال كان الأومي جسري تعالي نعدي عليها كده بسرعة نهاردة تتكلمي فيتامين دال الموجود في كولوسيز كأنتي أكسداند مضاد للأكسادة فبيتردلك السمو من الجسم الأومي جسري اللي موجود في كولوسيز بيقويلك قوات الدفاع اللي في جسم بيسل وتيسل وصعيتوكين وماكروفاج وماكروفاج الخلايا الأكولة كمان الأومي جسري بيقويلك بيقويلك الجهاز الهضمي وجهاز التنفسي اللي بيضرب منهم الفيروس فانه النهاردة بقويهم بالأومي جسري كمان فيتامين ألف اللي موجود فيه الكولوسيز مهم جدا للمناع لأنه هو أنتي أكسداند زي فيتامين دال وكمان بيقويلك قوات الدفاع اللي في جسمك بيسل وتيسل وصعيتوكين وماكروفاج زي الأومي جسري كمان فيتامين ألف بيقويلك بيعملك برير أو حاجز على الفتحات اللي بيدخل منها الفيروس للجسم سبحان الله فيتامين ألف اللي موجود في كولوسيز بيقويها إن كان دموع العين إن كان مخاطر أنف إن كان لعاب الفم إن كان شمع الأزن إن كان العرق بتاع مسامي جدا فكل دي الفتحات اللي بيدخل منها للفيروس كولوسيز وفيتامين ألف بيعمل برير كولوسيز ممكن يكون مفيد فإن هم يقوموا مناعتهم ويقوموا حتى لو لا قدر الله أصابوا بأي نوع من أنواع الفيروسات اللي بنشوفها في الشيطة دي زي ما سيادتك وضعت وقلت هي المناعة بترفع لي مناعة الجسمي ضد أي فيروسات وضد أي أمراض إن كان كورونا أو إن كان غيره وبرضه الشيء أذكر أن لازم أخذ الست مكونات اللي بترفع مناعتي كان فيتامين سي كان فيتامين بي فايف إن كان زينك الثلاث دول مش موجودين معاه في كولوسيز لازم أخذهم من أي مكامل غذائي تاني وفيتامين ألف وفيتامين دال والأوميجا سي الثلاث دول موجودين معاه في كولوسيز وكلمنا في ويدهم في رفع المنعة في رفع المنعة دكتور أكرم غانم المستشارة الطبي لشركة IMD نورتنا النهار نورك ربين في صحتك بالدنيا طبعا إحنا في كل مرة بنحاول نستفاد قدر المستطاع كامل أو سليم في الأكل على الأقل نحاول نعوض بحاجات تانية طالما هي أمان طالما هي تحت إشراف صحي طالما هي من مصدر موصوق وطالما هي عارفة إن هو مهم يعني على قد المقدرة الشرائية والمادية لأي حد أموان إحنا مشاهدين لسه حنتكلم كتير قوي على كولوسيز وعلى فويده في لقاءات تانية مع دكتور أكرم غانم دلوقتي خليكم معنا على سي بي سي مساء الخير مشاهدين أهلا بكم في فقرة جديدة من صحتك بالدنيا الحقيقة إن الإنجاب بيبقى هدف لكل زوجين لسه في بداية حياتهم وأي تأخر في الحملة أو ظهور بعض المشاكل فيه بيسبب قلق وتوتر بشكل كبير جدا وللأسف إن بعض الحالات بيكون من الصعوبة إنه يتم الحملة بالشكل الطبيعي ده أكيد بعد تشخيص الأطباء وقتها بيتجهوا سواء للتلقيح الصناعي أو الحقن المجهري أو بسبب طبعا يمكن الحمد لله تقدم الطبي والتقنيات والأجهزة الموجودة يمكن من بقت من أسهل العمليات اللي حققت نسب نجاح بشكل كبير علشان كده هنتكلم النهاردة عن الحقن المجهري وكل ما يخص الحقن المجهري مع ضفنا اللي مشرفنا النهاردة دكتور عمر عباسي استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري بالمركز القومي للبحوث أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا زيك على طول مشرفنا وبتدينا أمل لكل ست وكل طبعا سيدة نفسها يبقى عندها أو حلم الأمومة فخلينا طبعا نتكلم النهاردة عن الحقن المجهري كلنا تقريبا بقى عندنا خلفية عن الحقن المجهري هو عبار عن إيه بس برضو السيدة المشاهدين اللي لسه ما عندوش خبرة واللي يمكن عايز يعرف كل حاجة عن الحقن المجهري قولينا يعني المعنى العلم للحقن المجهري والحقيقة الحقن المجهري هو وسيلة من وسائل إخصاب المساعد اللي بيتم في تلقيح البوايدة بتاعت السيدة بالسائل منوي بتاع الزوج خارج الجسم تمام زمان كان اسمها أطفال أنابيب وكنا بنعمل نفس التقنية بس ما كانش بنفس الدقة تحت المايكروسكوب إن احنا نحقن نفس السائل المنوي جوه البوايدة دلوقتي بالدقة الحقن المجهري بقى عندنا فرصة إن احنا نقدر نحقق نتيجة أفضل ونتاك حمل أعلى بكتير جدا ونسبة خصوبة أعلى بكتير لإن احنا نخص بالبوايدة بالسائل المنوي بتاع الزوج مباشرة ده الحقن المجهري بس هنلاقي فيه ناس تقولي هو بيبقى عندها يعني تقريبا تردد تلقيح ولا الحقن فيه ناس أكيد ابتدت بالحقن قبل التلقيح حضرتك بتفضل إيه وبرضو عايزين نعرف الفرق بينهم بسؤال حلو قوي فيه ناس كتير قوي بيختلط عليهم الأمر إيه الفرق بين التلقيح الصناعي والحقن المجهري هو التلقيح الصناعي هي تقنية يعني أقل شوية من حقن المجهري لأن احنا كل اللي بيتم إن احنا بنحضر السائل المنوي بتاع الزوج بشكل معين وبنحضر الزوجة بعقار أقاقير معينة أو أدوية معينة عشان تحفز الإباضة وفي وقت الإباضة احنا بنحق إن السائل المنوي نفسه عن طريق سيرنجة من خلال المهبل ومن خلال العنق الرحم بنحق إن السائل المنوي داخل تجويف الرحم يبقى إن هي حاجة سهلة جدا سعبها إن هي نسب الحامل بتاعتها مش مرتفعة تبع حوالي 10-15% ولكن الحقن المجهري هي طبعا أكثر تطورا نحن ندي منشطات بجرعات عالية جدا بنحاول نحفز حوالي 10-15 بوايضة في السائل الوحدة بناخد بعد ما بنحفز السيدة بنقدر نستخلص هذه البوايضات بعملية بسيطة جدا اسمها عملية سحب البوايضات عن طريق السونار المهبلي بيبقى عليه إبرار فائعة جدا بنستخلص هذه البوايضات ونلقحها بالسائل المنوي بتاع الزوج لحد ما يكونه أجنة الأجنة دي بتقوض في الحضانة من حوالي يومين لخمس تيام وما بتوصل مرحلة متقدمة جدا من التطور بناخد الأجنة دي نحقنها تاني في بطنة الرحم بتاعة السيدة ونسب الحمل طبعا تتفاوت من سيدة إلى أخرى ولكن في الحقن المجهري احنا بنتكلم على نسبة نجاح حوالي 20-50% على حسب طبعا على حسب سن المريضة على حسب حالة السائل المنوي بتاع الزوج على حسب جودة البوايضات على حسب التجويف بتاع الرحم بتاعها على حسب عاملة محاولات قبل كده حقن المجهري وقبل كده ولا لا كل دي حاجات بتحدد نسبة نجاح على عملية حقن المجهري طب يعني هل فيه برضو شروط انت بتبقى عارف ان العملية دي هتنجح أو لا ولا برضو ليها نسب أو حاجات معينة زي سن السيدة برضو بيبقى عامل يعني فرق أو عامل مساعد كبير قوي في نسب النجاح بص يا فندم كل ما السيدة تبقى سنها أصغر كل ما السائل منه بتاع الزوج يبقى أفضل كل ما عندها ما عندهاش أي مشاكل فيه تجويف الرحم زي وجود أورام ليفية زي وجود حاجز رحمي زي وجود لحميات زي وجود رحم ذو قرنين أو أي آفات فيه تجويف الرحم كل ما السيدة ما عندهاش عادات صحية خاطئة زي التدخين زي السمنة المفرطة زي ما تكون كل ما تكون السيدة رياضية أكتر كل ما تكون عندها تفكير إيجابي أحسن الحالة النفسية كمان بتفرق جدا في العملية لزي دي كل ما ده بيزود فرص النجاح طبعا مع اختيار البروتوكول المناسب للحقم المجهاري اختيار الأدوية المناسبة اختيار المكان المناسب اللي نعمل فيه عملية الحقم المجهاري التعامل مع كل المضعفات اللي ممكن تنتج عن عملية الحقم المجهاري دايما أنا بقول إن أي عملية في الدنيا لازم يبقى ليها مضعفات ودايما مشكلتنا إن احنا دايما أول من نجي نتكلم حتى في وسائل التواصل الاجتماعي أو نتكلم في التلفزيون نتكلم عن عملية كده ومن غير ما نقول إيه الحاجات المشاكل الممكن مخاطر بتاعتها إحدى المخاطر الممكن تحصل من عملية الحقن المجهاري هي حاجة اسمها أو التنشيط الزائد عند السيدة ده بيحصل في حالات قليلة جدا لو خدنا أدوية منشطة زيادة عن اللزوم بيكون بغيطات كتيرة جدا بيبتدي يحصل زي استزقى في البط بيبتدي يحصل لغبطة في الهرمونات الكبد أو ممكن يحصل لغبطة في الكلا ممكن يبتدي يحصل مية أو استساقى حوالين الرئة حاجة اسمها بلور الفيوجن دي من الحاجات الندرة بس لازم علشان نحاول نحن ناخد كل الحذر ان ده ما يحصلش إزاي نحن نختار البروتوكول المناسب في بعض الحالات احنا مش بنجم بننشط البوايضة ومنسحب البوايضات وبس مش بننقلها بنجمدها ونستنى شهر لحد ما السيدة دي بالبلد كده تشم نفسها ويبتدي المبيض تحها هيه ده خالص وكل مواد الكاميائية اللي موجودها فيه تجويف البطن دي ده خالص وبعد كده ننقل الأجنة دي مجمدة جوه الرحم جوه الرحم فبالتالي منزود فرص النجاح بدون ما نخاطر ان هسادي دي جالها فرصة تنشيط أو هايبرستاميليشن سندروم طب أنا عايزة أعرف بقى التجهيزات حضرتك قلت لازم تبقى ماشي على بروتوكول بس قبل العملية نفسها لو تيجي تجهز نفسها بقى للعملية أو عايزة تبتدي مع حضرتك هتقول أنا عايزة أعمل حقنا مجهري تقول لها مثلا قدامك شهر تعملي واحد اثنين ثلاثة عشان برضو تبقى العملية تكون لك حياني بصي أنا أول حاجة ما أعملها أو ما بيجي لي أي مريضة أو أي زوجين عايزة يعملوا حقنا مجهري أول حاجة إن هم يبقوا يعني نفسيا كده متككينين على ربنا سبحانه وتعالى لازم إن الناحية الإيمانية دي تبقى مهمة جدا عندنا والحالة النفسية لو أنا شايف الكابل دولا متوترين زيادة عن اللزوم قلوا أنت باهدو كده ولما تحسوا أن انتوا ريلاكس شوية نبتدي نعمل العملية لأن العملية دي فيها طبعا سترس جامد السيدة دي تاخد حقا كل يوم بشكل يومي حقا تنشطية عشان تكبر حجم البويضات فلازم يهدو خالص نفسيا ثالث حاجة لازم أعملها تحاريل كاملة يعني أتمنى فيش أي لخبطة في الغدد الدرقية في الغدد اللبنية فيش أجسام مضادة ما فيش أي سكر ما فيش أي مشاكل عندها ممكن تأثر على انتيجة العملية رابع حاجة الكشف الكلينيكي لازم أعمل لها سونار سليسي رباعي الأبعاد لاتمئنان على بطانت الرحم بتاعتها تأكد من نوع المبيض بتاعتها هل هو عندها تكيس عن مبايد ولا ما عندهاش تكيس عن مبايد عندها أكياس وظيفية ولا لأ عندها أكياس شوكولاتة أو أندومتريوزز ولا لأ عشان أبعارف أنا بتعامل مع إيه وإيه المشاكل أو مضاعفات اللي ممكن تظهر لي مع الحقن التنشطية اللي أنا هديها خامس حاجة لازم أتطمن على السائل المانوي بتاع الزوج لازم أتطمن إن هو عندهاش تشوهات عالية لازم أتأكد إن الحركة بتاعت الزوج كويسة في بعض الحالات اللي هي فيها تكرار فشل حقن المجهري ممكن للزوج يكون عنده حاجة اسمها DNA fragmentation أو تكسير في المادة والرصية بتاع السائل المانوي تبع عالية جدا فدي بالتالي بتأثر على نسبة تخصيب البيضات فممكن أعمله التحليل دوت عشان أتأكد لو هو بيدخن هنصحه أنه هو يبطل تدخين لو هو ممتلق أوي أو عنده زيادة في الوزن ينزل في الوزن في نفس الحكاية هي كمان لو هي عندها سمنة مفرطة يريد نحاول ننزل في الوزن عشان قبل ما نعمل العملية لو هي بمدخنة لازم توقف تدخين بنصحهم بالرياضة بنصحهم بالمدتاشن بنصحهم بأن هما يحافظوا على علاقتهم ببعض دي مهمة جدا لأنه ممكن الكابلز الكنين هما بيعملوا العملية في الوزن كده يتخانقوا مع بعض بقول لك هم مش بكملين متأكد شفت طبعا حالات كتيرة جدا هم مش بكمل فلازم يبقوا علاقتهم كويسة ببعض جدا ويبقوا سبورت سيستم فور إيش أذر يعني هما الكنين يبقوا دعم كل واحد دعم للتاني وفي بعض الكابلز بيجوا بيبقوا شقالين حتى الأهليهم يعني هي بتبقى جاية مش أيدا نومتها ولا إلا لأي حد عالدها في العيلة وهو نفس الحكاية وهم الكنين دعم بعض ودول عالفريك أكثر كابلز أنا بحترمهم بتحترم مع قبل كده حضرتك قلت برضو عن حالة كان عند حضرتك وكانت برضو فقد الأمل تماما وربنا رزقها بس حضرتك حكي لنا برضو عن الحالات اللي هي كانت شبه مستحيل انها كانت تصدق انها ممكن تنجح العملية ونجحة هو كان عندي مرة في واحد بتفائل بيه جدا هو عمدة في أحد البلاد ويارو ممكن يكون بفرج عليه النهار وهو بيبعث لي حالات كتير قوي من عنده في البلد وسبحان الله يعني أنا دايما بتفائل بيه أي حالة بيبعث هالي تم معي حقن مجهري بتحمل من أول مرة إن شاء الله فييجي القدر ان هو ابنه يتجوز ويتأخر في الإنجاب فيبعث لي ابنه ومراته عشان يعملوا إيه عملات الحق المجال قلت بقى خلاص بقى دي سهل قوي يعني هو أي حد بيبعث تحمل على طول أول مرة عملنا العملية هي كانت مشكلة تزوجته إن هي بس عندها السكر وكان عندها برضو شوية مشاكل هرمونية أول مرة عملنا العملية نقلنا اكنين أجنة ما حملتش بس كان عندها أجنة مجمدة يعني إحنا مجمدين الأجنة في الحضانة وإحنا مننقل طبعا عدد اكنين أو أقل كمان على حسب حالة الأجنة دي أخبارها جينا حضرناها تاني ونقلنا الأجنة مجمدة تاني مرة ما حملتش بقينا في موقف إن احنا خلاص فضلنا آخر ستروة أو آخر حفزة أجنة موجودة وإحنا مش عارفين إيه سبب ما بتحملش يعني ومشينا على كل البرتوكولات مظبوط تماما جينا آخر مرة كان فاضل أربع أجنة فقلت له بص أنا هنقل لك الأربعة الأخرين دولة هنقلهم لك كلهم هم يعني ثلاث مرات هي كانت عندها حوالي عشر أجنة من جمدهم على ثلاث حوافز تماما فآخر مرة قلت له خلاص أنا هنقل لك الأربعة أجنة هي بقى كانت وصلت لمرحلة يأس يعني خلاص بقى ما حملتش كزا مرتين قبل كده إيه لا هنقلني أحمل في ثلاث مرتين قلت له بصي إحنا في الحقن المجهري ده إحنا يعني بنحاول نعمل حاجة اسمها يعني هيألك أحسن وضع بس تحملي دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لا أنت ولا أنا عندنا الآخر خطوة دي دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ففعلا نقلنا الأربع أجنة وبعدها بأسبوعين عملت الاختبار الحمد لله حامل بعدها بأسبوعين جاءت اللي هي ده عملنا السنار ترعة حامل في الأربعة فطبعا في الحالة زي دي لازم نعمل حاجة اسمها اختزال الأجنة ونقلل نعمل تخفيض الأجنة عشان هي ما تنفعش تكمل بالأربع أجنة أنا نفسي أكمل معاك الحالات اللي هي دايما بتدينا أمل أن مش من مرة واحدة ممكن تكون فشلت هتفشل تاني فبجد بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا وأكيد لازم نشوفك تاني وتحكيلنا عن اقصص نجاح الحقن المجهري وهيكون معانا طبعا حالات كتيرة وتحكيلنا عنها وبشكر الدكتور عمر عباسي استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري بالمركز القومي للبحوث وبكده تكون خلصت فقرتنا فقراتنا كتيرة جدا ووضعنا مهمة خليكوا دايما مع صحتك بالدوني اهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدونيا الصلع أو سقوط الشعر من أكتر المشاكل اللي بتواجه الرجال خصوصا بعد سن معين وده بيخليهم يتجهوا لطرق كتير وكريمات وزيوت وأدوية لكن للأسف مش بتجيب نتيجة مع كل الناس فكان أفضل حل هو الزراعة عشان كده استعنا النهاردة بمركز من أكبر المراكز في زراعة الشعر وضفنا النهاردة أستاذ دكتور محمود حمدان استشاري بمراكز كوينز وزميل جراحة الطب والتجميل بالولايات المتحدة الأمريكية أهلا بحضرتك يا دكتور نورت أهلا بحضرتك يعني يمكن أنا قلت كده بشكل عام إن سقوط الشعر بتواجه الرجالة بعد سن معين لكن مؤخرا بسبب مستحضرات التجميل بتاعة الشعر والجل والمعرفش إيه والكرياتين فقينا بنشوف إن الموضوع بقى بيبتدي بدري قوي عند الشباب إن هما بيفقدوا شعرهم خلينا يا دكتور يمكن نبتدي بإن إحنا نتكلم عن أحدث التقنيات المعتمدة في مركز كوينز علشان نحل المشكلة دي ونرجع جمالية الرجل أو حتى الست في فكرة إن هو الشعر يكون موجود بشكل طبيعي الحقيقة إنه مشكلة الصلاة أو فقدان الشعر كنا زمان بنسيبها أو بنلاحظها بعد سن الأربعين وأحياناً بعد الخمسين دلوقتي أنا بيجيني شباب للأسف أقل من عشرين سنة وعندهم فقد شديد للشعر التقنيات الحديثة بقت أسهل وبقت بتأدي نتائج مرضية جداً من أحدث التقنيات اللي هو تقنية اقتطاف وحدة البصيلة نفسها اللي هي الشعر نفسها أول ما بدأنا كنا بنزرع عن طريق الشعر الصناعي بسينستيك ما هواش من البناء أدمين خالص بعد كده بقى فيه التقنية اللي هي بناخد فيها شريحة جلدية فيها الشعر بتاعها ونبتدي نفتح مكان لها جراحي بالمشرة ونحطها ونخيط غرص صغيرة كده في أركانها التقنية الأحدث هي أن احنا بنزرع عن طريق اقتطاف البصيلة نفسها ودي أقرب ما يمكن أن احنا نسميها بالميكريسكوب أو بعدسات مكبرة جداً لكن طبعاً بنقدر نعملها بعنينا بنقططف بصيلة بالوحدة بالوحدة وبعدين بنجهز المنطقة اللي مطلوب زرعها بأن احنا نعمل حفر صغيرة جداً جداً بسنان رفيعة جداً ونغرس فيها الزرع اللي احنا اقتطفناه من المنطقة المنحة دون التأثير الواضح على كسافة الشعر في المنطقة المنحة ممتاز طيب الإجراء ده يا دكتور هل بيتم يعني احنا يمكن حضرتك وضحتنا الموضوع بقى أبسط بكتير ما بقاش زي زمان ولكن هل بيتم مثلاً تحت بنج كلي تخدير موضعي هل بياخد وقت كتير هل ده فعلاً يعني جراحة تستحق الراحة ولا هو إجراء بسيط بتستمر معه الروتين اليومي بتاع حياة المريض أولاً التخدير الموضعي هو بيتم تحت التخدير الموضعي اتنين بسبب أنه احنا بنقتطف بصيلة يعني واحدة واحدة وحياناً بنزرع 2500 تلات تلاف جرافت أو زرعة فده إجراء بطيء الوقت بطيء الوقت يعني بياخد ماكسموم 8 ساعات ومينموم 3 ساعات حسب المساحة اللي احنا محتاجين نزرعها وعدد الجرافت اللي احنا هناخدها فترة الراحة بتبقى ماكسموم 48 ساعة 48 ساعة دول عشان برضو ما نتعرضش للعوامل الخارجية بعد كده بنقدر نتحرك بنبقى في ريتموف بنغطي الراس بغطاء خارجي اللي هو الكابشو غير ملتصق بفرغة الرأس وبنقدر نتعامل معها بأن احنا بنرش محلول ملح بس على فرغة الرأس نفضل مرتبين المكان ده ففترة الاحتجاز المنزلي أو الاحتجاز من الشغل لا تزيد عن 48 ساعة طيب دكتور يعني أنا عارفة أن بيتوجه لمراكز كوينز كتير قوي من الأجانب ومن الإخوة العرب عشان إجراء العمليات التجميلية والعمليات الجراحية يمكن الناس دي بيبقى عامل الوقت مهم جدا بالنسبة لها فهل إجراء زراعة الشعر بيحتاج جلسة واحدة أو بنحتاج أكتر من مرة ووقت أطول؟ حسب دايماً بنتكلم على النسبة والتناسب في زراعة الشعر بمعنى أنه كل ما كانت المنطقة المانحة كبيرة والمنطقة المطلوب زرعها منطقة قليلة بمعنى أنه درجة الصلع الصلع في الرجال 7 درجات من 1 إلى 7 في السيدات 3 درجات من 1 إلى 3 نسبة الصلع في الرجال حوالي 60% في السيدات حوالي 10% مع اختلاف الشكل لما بتقل النسبة بيبقى الإجراء أخف في زمنه أخف الوقت اللي بنحتاج له فيه أقل لغاية تقريباً الدرجة الرابعة إحنا ممكن نزرع في مرة واحدة بشارط أن كسافة الشعر في المنطقة المانحة بتقدر تغطيلي يعني الشعر يكون كسيف شوية دي بنعملها مرة واحدة لو الدرجات متقدمة بعد الرابعة المعتاد أنه المنطقة المانحة المساحة السطحية لها أقل شوية وبالتالي بنحتاج نزرع على أكتر من مرة الفاصل الزمني يجوز يتعمل بسرعة جداً يعني في خلال أيام بعدها ولكن أماناً للمريض وأكثر راحة ليه أن نحن نفصل حوالي 6 شهور بين المرتين وكده بنغطي فروة الرأس بالكامل الجزء اللي فقد منه الشعر ممتاز طيب دكتور الفكرة دلوقتي يمكن بالنسبة للشباب بالذات ما بقتش الشعر بس الموضة دلوقتي الدقن الطويلة والحاجات كده بيحبوا الشباب برضو يعني يخلوا بالهم من نفسهم في ناس عندها الدقن والشنب بيكون خفيف وفي ناس للأسف بسبب حوادث أو أيا كان بيكون في مناطق فضية هل ممكن عملية الزراعة أو زراعة الشعر تتم في الدقن والشنب زي ما بتم في فروة الرأس ولا ده بيبقى صعب لا مش صعب خالص التقنية سمحت لنا أن نحن نقرأ نعمله نراعي اتجاه الشعر نراعي أن الكسافة مختلفة شوية عن فروة الرأس لكن بيمكن تماماً الأشخاص اللي الكسافة عندهم قليلة أو نتيجة إصابات أو جروح أو حروق في منطقة الوجه بنقدر نزرع الشعر في منطقة الدقن والشنب بشكل مرضي جداً للأشخاص اللي محتاجين هذه التقنية يعني هنا حضرتك لما تقول حروق أنا حتى وأنا بسأل حضرتك السؤال كنت خايفة من الرد لكن لما هنا تقول لي حروق يعني حوادث يعني إصابات الناس تبقى متخيلة أن الأنسجة بتاعت الجلد ماتت ومبقاش ينفع فيها حل هل المناطق اللي فيها حروق سواء كانت في فروة الرأس أو في الوش بتستقبل وممكن تتغطى بالزراعة؟ بشكل مرضي وكبير جداً بنقدر نزرع شعر يحقق لي المعادلة اللي هي التناسب ما بين المنطقة المانحة والمنطقة المزروعة ودائماً بنقول ما لا يدرك كله لا يترك كله طبعاً فإحنا بنحسن الشكل كتير لأن الحلول السابقة كانت حلول جراحية طويلة ومتعبة وبنعملها على أكتر من مرحلة عشان ننقل الشعر من المنطقة المانحة إلى المنطقة المزروعة بما لذلك من كثير من المضاعفات الجراحية والنتائج ما بيكونش ألمثالية فبنقدر نزرع ما بعد الحروق ما بعد الإصابات اللي بنجد صعوبة شديدة فيه ولا يفضل الزرع حالات للأسف فقدان الشعر هي تيجي للعلاج الكيماوي أو الإشعال طيب يعني هو يعني يمكن المعلومة النص الكوبية المليان زي ما بيقولوا أن بعد العلاج الكيماوي الشعر بيطلع بشكل طبيعي يعني احتمالية أنه هو يرجع يطلع بشكل طبيعي يعني كبيرة جداً وفي الآخر حتى لو ما طلعش يعني إحنا بنقولهم حمد الله على السلامة المهم أنهما بخير وكل حاجة في الدنيا ممكن تتعود طالما الصحة كويسة مش مشكلة كبيرة طيب هنا دلوقتي يا دكتور المريض جاء لك خلاص جربت معاه أو هو جرب أنواع علاجات وخلاص قررتوا أن أنتوا أخدوا قرار عملية الزرع إيه التجهيزات بقى اللي حضرتك بتنصحوا بيها أو بتعملها له بتحضروا إزاي قبل العملية عشان نوصل لأفضل نتيجة واحد ريئة شورانس منطل منه ده إجراء بسيط ومش متعب خالص هو طويل في الوقت لكنه سهل جداً لأنه تحت مخدر موضع اتنين السادة المدخنين يفضل الامتناء عن التدخين لفترة أيام قبل وبعد عملية الزرع ثلاثة المريض بيجي يفضل أنه يبقى حلق شعره وإحنا بنحلق له الشعر في المركز أربعة بعد الزرع نفسه بنبدأ على السادة المريض أنه يبقى فيه نقطة بسيطة خالص كده في مكان الزرع نفسه فيه تورم بسيط في منطقة الوجه العلاجات الدوائية المعتادة خالص مسكنات مدودات حيوية مدودات للتورم فيه خلال يومين ماكسيوم خمسة أيام بتختفي هذه الأعراض والدينة بيتحسن جداً إحنا في كوينز تبنينا بوليسي معينة إنه إذا زرعنا الشعر هو ما يسري على موضوع الزراعة برضو بمعنى الزرع محتاجة مولاء بمؤويات بمحسنات في الزرع الطبيعي خالص فإحنا دايماً بنعمل من بعد الزرع الشعر بنعمل جلسات بلازمة وجلسات خلايا جزعية بتغزوا زرعيتكو عشان تكبر لتقويت المنطقة المزروعة والمنطقة المانحة كمان ترجع بسرعة إلى سابق عهداء هنا فيه نقطة معلش يسمحلي لازم أسأل عنها حضرتك قلت إن المريض قبل العملية بيتم حلاقة الشعر عندوك في المركز أو لوحده طبعاً فيه سيدات برضو حضرتك قلت عشرة في المياه بيعانوا من سواء كان الشعر خفيف فراغات بقى من قدام بيبقوا عايزين يعملوا زرع هل فكرة الحل بتتم حتى للسيدات لإن ده مرفوض نهائياً كمبدأ؟ أنا جاية أزرع أنا ماشي من غير شعر يعني يبقى فايدة الموضوع راحت لا إحنا المنطقة اللي هناخد منها بس إحنا بنأثر الشعر فيها أوكي ممتازة المنطقة المزروعة اللي محتاجة تتزرع هي قريدي ما سهل الشعر لكن المنطقة المانحة فقط إحنا اللي بنعملها ما بنقولش للسيدة لا أعملك كده ممتازة ما تجورش على الشعر بيدي إحنا بنكنترول جداً وبناخد مسافة مليمترات زيادة من كل الاتجاهات الشعر اللي حولها بيغطيها كله وإحنا بعد الزرع بنغطي الشعر زي ما قلنا لفترة أيام ودي مبارح كان عندي أحد السيدات محتاجة هذا الموضوع وهي بالحجاب وإحنا أنت هتكون باستراحة جداً والإجراء لأنت هتلاحظيه ولا أي حد من اللي حولك هيلحظ عشان نطمنهم بس علشان تعرف إحنا بنحب يعني كل سيدة بتحب شعرها سواء كانت محجبة أو غير محجبة ففكرة الحلق ممكن تقفل باب لا لا خلاص أنا أحفظ على الشعريتين اللي عندي ومش عايزة حاجة تاني طيب دكتور يعني كلنا بعد أي إجراء تجميلي بالذات بنبقى ها ها عايزين نشوف إمتى هات المرايا وريني يا دكتور إمتى بقى أبتدي أحس نتيجة عملية زراعة الشعر بتبتدي نتائجها تبين حتى لو بشكل أولي أو مبدئي أول ظهور للنتيجة بيبقى بعد شهر بتبتدي إحنا عندنا أسبوعين البصيلات اللي هي مرحلة إن البصيلات تاخد من الدم اللي في المنطقة المزروعة تعيش هذه المنطقة هذه الفترة الأسبوعين دول كل الشعر اللي زرعناه الجزء الخارجي خالص أطراف الشعر بتقع وبعدين الأسبوعين اللي بعدهم بيبدأ يطلع الشعر الجديد ينبك باللغة بتاعتنا يظهر فبعد شهر بيبتدي ظهور الشعر الجديد يشوف المريض إن فيه شعر ظهر بعد حوالي من ستة إلى عشر شهور لغاية سنة الشعر بيكتمل تماماً ممتاز فإحنا النتيجة المرضية بتبدأ دايماً بعد ستة شهور ممتاز والنتيجة النهائية بتبقى فيها خلال حوالي سنة بشرط متابعة البرنامج العلاجي اللي إحنا حط ينقوله في المركز اتنين إن إحنا نوليه بجلسات التقوية اللي إحنا قلنا عليها الفلازمة أو الليزر أو الخلاج الجزائي ممتاز طيب قبل ما أختم مع حضرتك يا دكتور سريعاً بس أحب أعرف للناس اللي عايزة تعمل العملية بس خايفة من تساقط الشعر تاني بعد فترة معينة ممكن يقولك إحنا وراسة عندنا في العيلة فشوية وحتلق إيه وقعة تاني هل ده احتمالية إنه هو يحصل كبيرة ولا لأ لا الاحتمالية مش كبيرة الحقيقة ما تزدش عن عشرة في المية من الحالات لكن بنقول دايماً أنا عندي بعض المرضى عملوا زراعة سبع مرات لأنه معدل سقوط الشعر عنده سريع جداً لكن الحمد لله بالتقنيات بتاعتنا الحديثة المنطقة المناحة بترجع تجدد تاني زي ما بنقول المشتل بيرجع يكون نفسه من أول وبيت فكل سنتين أحسن من إنه نفقد الشعر كله وما باش عندنا حلول لكن الإجراء ده قليل جداً إنه إحنا بنلجأ ممتاز يعني إحنا بنتكلم على نسب نجاح واستمرارية عالية جداً ما يقاره أكتر من 90% تقريباً يفن ممتاز أستاذ دكتور محمود حمدين استشاري بمراكز كوينز وزميل جراحة الطب والتجميل بالولايات المتحدة الأمريكية شكراً جزيلاً على وجود حضرتك معنا النهاردة بصحيتك في الدنيا نورتنا وأكيد حيكون لنا لقاءات تانية علشان نتكلم في كل التخصصات أو الخدمات اللي بتقدمها مراكز كوينز في كل ما يخص التجميل ومش العناية بالجمال بس هو الإقبال على الحياة ممكن أنتم بتجدونا كده بداية جديدة في كل مرة بنخرج فيها من مراكز كوينز مشاهدينا شكراً جزيلاً على متابعة برنامج صحيتك في الدنيا خليكم معنا على سي بي سي موسيقى موسيقى معدل الترميز 27500 معامل تصحيح خطأ 5 على 6 موسيقى موسيقى